كيف نقلم العنم حتى نحصل على إنتاج وفير وفي بداية زراعتك للعنم وبناء على شكل التعريش اللي عندك يحتاج أنك تحدد النمط تربيتك للعنم فمثلا أنا عندي هنا التربية الكردونية وحادية الأذرع بمعنى أن عمود واحد من يوم زراعته إلى أن وصل التعريشة إلى أن وصل آخر التعريشة موعد تقليم الإثمار الخاص بالعنب يكون في شهر واحد حتى منتصف شهر اثنين وأول خطوات التقليم هي مباعدة الريات شيئا فشيئا بدءا من شهر دعشر حتى نقبر العنب على الدخول في مرحلة السكون وهي المرحلة اللي يكون فيها التقليم مع تقديرك لوضع تربتك في الاحتفاظ بالمياه وتخلص من كل أوراق العنب قبل التقليم إما بطريقة يدوية وإما بطريقة كيميائية بالنسبة للمشاريع الكبيرة شوفوا هذه الركنة من هنا طالعة هذه نسميها بالقصبات واللي تحمل البراعم الثمرية والقاعدة العامة تقول أن القصبات يجب أن تكون بعمر سنة محمولة على خشب عمر سنتين وتقليم القصبات قائمة على غزارة الصرف وبعض الأصناف براعمها الثمرية قاعدية بمعنى أن الثمر يطلع من هنا وهو خاطف على طول القصبة وبعض الأصناف براعمها الثمرية تكون في نهاية القصبة أما في الحالة الأولى فعلينا التقليم من أربع إلى ستة عيون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بالكثير نقلم هنا لأن لو تركنا القصبة على كيف بدون تقليم راح يكون الثمر بطول القصبة واللي ما راح يكون متناسب مع قوة الشتلة أما الثاني فيكون التقليم من عشر إلى أرباطعشر عين بمعنى ست سبع ثمان تسع عشر عيون هداعشر اتناعش تتتعاش أرباطعش أقصى شيء هنا نقلمه وبعض التوصيات انتهت أن تقليم العين بالنسبة للسنة الأولى يكون على أساس ثمانية عيون وبعدها اشتغل على أساس مدى غزارة الصنف ورح نختار عدد معين من القصبات بناء على قوة العنب والباقي راح نقلمه على أساس برعمين فمثل ما قلنا القاعدة العامة أن العنب يثمر على قصبات عمرها سنة هذا اللي عمرها سنة نامية على خشب عمرها سنتين فهنا راح يتحقق الشر والقصبة اللي ثامرة السنة الماضية عليك بتقليمها فما لك حاجة فيها حولها إلى دابرة تقديدية فلا طاقة لها بالثمر هذا الموسم الدوابر التقديدية هي عبارة عن وحدات متخصصة لإنتاج الخشب للعام القادم فهي عبارة عن قصبات قصرت إلى برعمين وعليك أنك تعرف صنف العنب اللي يزار عنده لأنه بيكون أساس التقليم في المستقبل فإذا زرعت وما عارف فعليك أنك تقلم على أساس 14 عين وسقل معك في دفتر واتخذ اللازم بناء على موقع البراعم الثمرية في ذاك العام ومن الأصناف التقارية في العنب صنف الفريم اللي يوصل إنتاج الفدان لواحد منه 14 طن ووزن العنقود الواحد من 400 إلى 500 جرام وقطر الحبة من 20 إلى 25 ملي أما التسميد فيكون بعد التقليم والأحسن والأفضل بعد الحصاد وعلينا رش محصول نعنب بالمبيدات الفطرية بصورة وقائية حتى نحميه من الآفات الفطرية مثل هذا المبيد وحدة ثنتين ثلاث أربع خمس ست سبع تمام وهذا نقلمه على سبيل المثال من هنا نهاية التعريشة وهذا نقلمه على نهاية التعريشة وهذه قصبة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية نقلم هنا وهذه طبعا لأنها شتلة عنب أول مرة تقلم تقليم الإثمار فنلتزم بثمانية عيون ونزيل الورق عنها هذا أيضا شتلة عنب أول مرة نقلمها تقليم إثمار فبالتالي راح نحسب ثمان عيون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذا ما نقلمها هنا والسنة القادمة إن شاء الله راح نقلم القصبات وفق غزارة الصنف وهذا عندي قصبة ضعيفة فراح أقلمها على عينين حتى إنها تصير دابرة في السنة القادمة شوفوا خليتها كذا دابرة تقديدية بإذن الله تعالى هذا يكون فيه نمو فهذا النمو راح تكون قصبة وهي اللي راح تكون مثمرة وهذه بتكون دابرة وأيضا هذا ضعيفة فراح أخليها دبرة دبرة تقديدية وهذه وحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمانية إذن هنا بقصها وبزيل الأوراق من الباقي وهذا بتكون قصبة وهذا وضع الشتلة بعد التقليم خليتها عود واحد إلى نهاية التعريشة وعملت هذه قصبة وهذه قصبة للإثمار وعملت دابرتين أي دابرة وهذه دابرة على أساس الموسم القادم وإن شاء الله تعالى بعد ذلك راح يكون عندي إنتاج قيد بإذن الله سبحانه وتعالى وراح أزيد من عدد القصبات ومن عدد الدوابر التقديدية وفي النهاية علينا الاستفادة من الخشب كعقل وتابعوا باقي محتوياتي في الإنستجرام واليوتيوب والله الموفق اشتركوا في القناة